اللجانة الإلكترونية دي بتسمي المواضيع دي سيرفرات السيرفرات دي حضرتك بتكون فيها الأكسس توكن بتاع الأكاونتات اللي بتخليك تعمل ريأكت وانت مش عامل أكاونتات حقيقية يعني ريأكتات دي ممكن يكون حسابك من ضمنهم وده بسبب ايه؟ ليه الأكسس توكن أو الأساس بتاع الأكاونت بتاعك تسرق منك وانت مش عارف ده بسبب الألعاب المنتشر على الفيسبوك اللي هو اعرف صورتك بعد 60 سنة عاملة ازاي الألعاب اللي هي الأونلاي من الفيسبوك المواقع اللي موجودة أصلاً وبتسجل بخولك فيها وانت مش عارف ورابطها بالفيسبوك دي أكبر مصيبة لأنه كده كده بتسعى بالأكسس توكن خلاص فشكراً يقدر يشير لك أو تشير وانت مش شيرتش تلاقي فجأة تسحى عامل لايكات لبيجات انت مش عامل عليها لايكات فجأة تلاقي مثلاً بيجات أو صفحات موجودة انت مش متابحة تلاقي نفسك متابحة تحديداً بقى في مسألة الأكاونتات الوهمية اللي هي الصفحات دي والناس موجودة بالزبط إيه الخطر اللي أنا ممكن أو على المستوى المجتمعي كله بقى يعني غير إن أنا الأكسس بتاعي أو الأكاونت بتاعي تسرق أو مش تسرق اتاخد فبيتعامل بيها حاجات أنا بعملتهاش بالزبط كده القصة اللي احنا بتكلم على المهاردة تحديداً قصة إن فيه حسابات وهمية ودخلت والناس بتتكلم وتعمل والليجانة الإلكترونية بقى تشتغل وتستغل أو تستخدم ده صح إيه اللي ممكن يحصل اللي ممكن يحصل إن إحنا يعني لازم نكشف للناس إزاي الليجانة الإلكترونية دي بتشتغل عشان خطر يخافوا ويعرفوا من الأخبار المنشورة الليجانة الإلكترونية دي إن هم بيحركوا يعني جيل كامل ممكن يتحرك بسبب الكومنتات اللي موجودة بسبب الحسابات أصلاً للناس ما عندهاش وعي إحنا في زمن 2013 حضرتك أستاذ يوسف لازم كلنا نكون خبراء أمن لبياناتنا بياناتنا دي عبارة عن داتا وكنز كبير جداً يعني تخيل نفسك واقف في ميدان عام عمال تقول بياناتك للناس كلها أياً كانت إيه لا وفي شركات بتشتغل تحديداً على جامع البيانات دي طبعاً دي عايز لها حلقة تانية دي سروة موضوع تسريب البيانات دي حلقة تانية نتكلم عليها ولكن إحنا هنا في مضمون الليجانة الإلكترونية إن هي ممكن تنشر شائعات كبيرة زي ما بيحصل ودولتنا هنا بتحاربها